عايز تعمل يكون شكلها حلو ووقعية على بلندر بس مش عارف تبدأ منين؟ تعال لقولك النار ده زي عملت السين ده. اول حاجة هنحتاجها شكل الشجر ده. تقدر تجيبه من على سكيتش فاب عادي. واي حاجة انا هستخدمها هحطها في الديسكريبشن تاع الفيديو. تقدر تحطه عندك على بلندر عن تريل ادن بتاع سكيتش فاب ودي فري. بعد كده هنحتاج موديل زي الممر ده كده. انا جابه من الكورس بتاع ماكس انت ممكن تجيبه برضو من على سكيتش فاب وتضيفه عندك على ب عشان نجيب شكل النار ده والصور بتاعة النار. ايان يكون بقى صور او فيديو. انا عجبتني دي. او عجبتني دي. تتنزله معادي. وبعد كده هنحتاج صور لشكل سماء. وبعد كده الكاركتر اللي انا جايبه هنا. انا جايبه من بيج ميديم سمول. دي ازيت برضو بتشتريها. بس تقدر تجيب حاجة شبهها من على سكيتش فاب. انا عجبني ده مسلا. كده كله تمام? اول حاجة هنعملها هنفتح بلندر. بعد كده هنمسح كل حاجة. هندوس ش هنخلي في اي بروجيكت بتاع البلين بتاعي. ستة وخمسين. بعد كده هنروح على الرندر سيتنجز. هتخلي دي سايكلز. ودي هتخليها اكسبريمينتل. وتبقى جي بيو. ونروح على موديفاييرز. ونحط سوب ديفيجن. ونخليه سيمبل. وندوس على دي. والطريقة اللي انا بقول لها لك دي تقدر تخلي اي ماتيريال يبقى شكلها وقعي على البلين. بس لازم الماتيريال تبقى كوالة حلوة. انا هجيبي الماتيريال بتاعتي من كويكسل بريج. هب ونقول لك ازاي تنزلوه. وازاي تخلو كل حاجة فري عليه. هدوس على اي ماتيريال انا نزلتها. هدوس على نتلك يمين. بعد كده اجوت فايلز. هفتح بليندر. وبعد كده هفتح الفايل بتاع الماتيريال. واروح على البلين. وبعد كده هروح عند الشيدر ايديتر. هدوس نيكست. وبعد لما دوست نيكست هفتح الفولدر بتاع الماتيريال. وهبدأ اضيف حاجة حاجة. الرفنس انا دايما بعملها نان كولر. والديس بليسمينت برضو. هدوس شفتي ايه. ميك مش كولر. هحط الاتنين دول كده. وهحطهم في البيس كولر. وهخلي ميكس دي ملتبلاي. وهقلل الفاكتور شوية. والرفنس. هحطها في الرفنس. وادوس شفتي ايه. كولر رام. وعد كده هدوس شفتي ايه. وهحط بامب. وهربط البامب في النورمال من هنا. وادوس شفتي ايه تاني. كولر رام. وعد كده هوصله في الهايط. والرفنس. في الكولر رام تاني. تمام كده. ونجي بقى لأهم حاجة. ممكن انت لما تكي تعملها تظهر معك بالشكل ده هتروح جاي دايس على البلين ورايح على الماتيريال بتاعته هاي بي معك بالشكل ده على حسب بقى الماتيريال بتاعتك والكواليتي بتاعتها انا هنا مستخدم فور كي هقلل الديسبلسمنت شوية وبعد كده هاجي هنا وهفتح اليو في ايديتر واعلم على البلين وادوس على تاب وبعد كده هدوس ايه عشان يعلم عليهم كلهم وهكبر شوية 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 لحد اما لان الشكل مناسب بالنسبة لي وهو كده يلي حد ما شكله مناسب شوية بس هنقلل برضو الديسبلسمنت كده الى حد ما شكله حلو بس هنيجي هنا عند الميكسل اللي حطناه هنزود الفاكتور وبالنسبة لشكل المياه اللي دي ادن انا بستخدمها دلوقتي يخليك تنقل مية تقدر توقف الفيديو وتنقلها عادي دي الماتيريال بتاعت اي شكل مية انا بستخدمه في السينز بتاعتي بعد كده هنيجي هنا عند الفوليوم دينستي هنخليها صفر كده بقيت كوي سيلا حد ما بعد كده هنضيف الممر بتاعنا اللي احنا قلنا عليه هنقلل الديس بيسمينك شوية معك ادوس شفت ا وحط الكاميرا بتاعتي بعد كده هعمل لها روتيت على ال اكس اكسز في السينية تبعملتها الشكل ده وهجي في الكاميرا سيتنجز هخلي دي مثلا 35 وانزل بها شوية وهنجيب الشجرة بتاعتنا من على سكيتش فاب لما تنزل الادون عندك على بلندر هتلاقيها هنا كده بالشكل ده لازم تعمل ايميل و باسورد هندوس على امبورت فرم يوريل ونيجي عند سكيتش فاب هنخد امبورت الموديل واخيرا بعد لما الشجرة هتحاطت عندنا في بلندر هتبقى بالشكل ده دلوقتي هنحط شكل النار اللي هو جوه الشجر ده فيه ناس كانت بتسألني ازاي بحط شكل النار وبيخليه شكل واقع شوية كده دي الماتيريال بتاعت النار ممكن توقف برضو الفيديو وتنقلها براحتك بعد كده ندوس شفت ا ايميج ايميج اس بلينز ممكن دي ما تبقاش ظاهرة عندك في الاول هتروح على edit preferences add-ons وهتيجي هنا وهتكتب image as planes بعد كده دي شفت ايميج ايميج اس بلينز هتشوف انت نزلت الصورة بتاعت النار دي فين وبعد لما الصورة تتحط هنفضل نكبر فيها تفضل انت بقى تزبط في البلين تاع النار بعد لما تحس انه تمام بالنسبة لك المنظر انت حبه انا بالنسبة لي تمام كده بس عايز اغير لون هدلوقتي يخليه ازرق هلعب في النوت دي بتاعت الماتيريال ونفس الكلام برضو للكاراكتر اللي قلنا عليه اخده copy وبعدين هجي هنا عند sketch fab import model وبعد لما الكاراكتر اتحط عندنا هنحطه قدام الكاميرا شوية كده وهنلفه اي ان يكن البوز بقى بتاعه بعد كده هنروح على shader editor object d هنخليها ورلد وهنشيل دي خالص وهندوس shift a image as planes وهتجيب الصورة بتاعت ال sky اللي انت نزلتها وبعد لما تختارها هتدوس على image import image as planes هنكبرها على السين كله هنرجعها وراء كده وال shader editor ورلد دي هنخليها object تاني وبعد كده هنزود ال emission بتاع السماء وهنروح على plane اللي عليه المية هنخلي ال roughness دي ولا يلا ونرفحها فوق شوية بعد كده هندوس على shift a cube والobject mode هنروح على edit mode وهندوس على s وهنكبر الكيوب ده على السين كله وبعد كده هنفتح ال object mode تاني وندوس على new نمسح دي ندوس shift a volume scatter حطه في volume ونخليه كده وهكي هندوس control و ايه وتجي هنا عند color تقلل براحتك لحد ما يبقى الفوق تمام بالنسبة لك وعلشان تبقى شايف السين براحتك الكيوب بتاع الفوق ده ما يداي اكش هتروح هنا وهتنزل عند viewport display هتخلي دي wire والشكل بتاع crystals ده هتجيبه برضو من على sketch fab حاجة زي كده وهتزبطه على السين عندك بالشكل اللي انت تحبه وده هيكون شكل crystals تمام كده وبعدين هناخد كل حاجة هنا وهندوس على alt d y عشان يكررهم ورا كده بعض هنرجع السماء ورا شوية هنعلم عليهم تاني وهندوس على alt d y وبس احنا كده تقريبا عملنا حاجة شابه اللي انا كنت عاملها لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير واكتبلي في الكومنتات محتاج تتعلم ايه تاني في بلندر بلندر